أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس رؤية القيادة السياسية لخلق جيل جديد من خبراء المعلوماتية مما يحقق نقلة نوعية في موقع مصر في الساحة الدولية وأضف وزير الاتصالات عمر طلعت أن الجامعة تهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أنها أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها وتساعد في توفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلية خاصة والإقليمية والعالمية عامة اشتركوا في القناة